احتل ميسي المركز الأول لأكثر قميص مبيعاً متفوقاً على البرازيلي جووكي لاويس سانت لويس الذي جاء في المركز الثاني ومن بعده الألماني هاني مختار ناشفيل تمكن النجم الأرجنتيني ليون الميسي من فرض نفسه في الدور الأمريكي على مستوى القمصان الأكثر مبيعاً وذلك بعد فترة وجيزة من انضمامه إلى فريق إنتر ميامي وكان ميسي قد انضم إلى انتر مامي في آب أغسطس الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي وتصدر ميسي قائمة أكثر القمصان المباعة على مدار عام 2023 حسب ما أعلن الحساب الرسمي للدوري الأمريكي مل اس واحتل ميسي المركز الأول لأكثر قميص مبيعاً متفوقاً على البرازيلي جووكي لاويس سانت لويس الذي جاء في المركز الثاني ومن بعده الألماني هاني مختار ناشفيل ورغم وجود عدد من النجوم البارزين في الدوري الأمريكي إلا أن قائمة العشر الأوائل لم تضم أي منهم ويتواجد في انتر ميامي الثنائي الإسباني سيرجيو بوسكتس وغوردي ألبا فيما يتواجد جورجيو كيليني بنادي لوس أنجلوس افسي